السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصدنا اليوم لطلاب الصف السادس وهي مراجعة سريعة لأمر الجمع التلقاء وأمر فرز وتصفية أتمنى منكم طلاب الأعزاء تحلوا نشاط صفحة 73 وصفحة 74 وهو عبارة عن نشاط شامل لكل الأمرين صفحة 73 عبارة عن بيانات يتم إدخال على برنامج إكسل وصفحة 74 عبارة عن بعض الأوامر يجب تطبيقها على البيانات التي تم إدخالها بداية أنا عندي هون بعض البيانات طبعا هي مثال مصغر للمثال الموجودة لديك بالكتاب عندي بعض البيانات هون رح أطبع عليها بعض الأمور أول إشي بدي أغير بعض التنصيقات فيجب تضليل النص أنا بدي أطبق التنصيقات على كامل الخلايا الموجودة عندي حتى تم تضليلها كاملة بدي أغير حجم الخط وخلي 22 أغير نوع الخط وأعمله أريال وأعمل هذا النص بولد غامئ أعمل برضو بعض التنصيقات للصف الأول بضليلها بدي أغير لون الخط اللون البناسبك طبعا وأغير لون التعبية هل هاد بالنسبة لبعض التنصيقات طبعا أنت طالب العزيز حرب التنصيقات لأنت يتم وضيحها على البيانات أول إشه اللي أبدروه أختار أمر فارز والتصفيف أمر فارز والتصفيف أمر فارز والتصفيف ترتيب البيانات سواء كانت بيانات رقمية أو بيانات نصية ترتيبها تصاعديا أو تنازليا يعني من الألف لليا أو من اليا إلى الألف أو إش أنا بدي رتب هدول الأسماء طبعا هن مرتبين أنه من الألف لليا أنا بلاك أن أعكسهم نختارها من اليا إلى الألف رتبتها نفس الإشي أنا بدي أطبع على العلامات عشان نشوف إنها نطبع البيانات الرقمية وتختارها ترتيب من الألف لليا نجرب نختارها من الأكبر للأصغر عشان نتبين عندنا الاختلاف للبيانات هيتم اختلاف البيانات طلعها ترتيب البيانات عندها تختلف صاري عشرين تساطاش تمنتاش ونحن اخترنا ترتيب فرز البيانات من اليا إلى الألف رح نشتغل الأمر الجمع التلقائي ويحتوي أمر الجمع التلقائي على مجموعة من المعادلات اللي هو الأمر مجموعة اللي هو الصام أمر المتوسط average أمر أرقام الحساب count number أمر الحد الأقصى الماكس وأمر الحد الأدنى رح نعمل أول إشي الأمر المجموعة أول إشي بنحط إشارة الإصابة مشان يعرف أنه هنت نحتشترها هلا على معادلة إما منختار من أداة الجمع التلقائي من الأداة الثانية نفس الإشي رح يطينا المهم أني أنا أختار أمر sum بعدين رأحدد المسار من عند علامة اللغة العربية لعلامة الحاسوب للطالب حطينا enter هل أنا أطبق أمر مجموعة على كافة الأسماء ما في داعي أنا أختار كل مرة بحط المؤشر على آخر الخلية لاحظ اختلاف شكل مؤشر ورح ننزل فيه لآخر اسم موجود عنا نطبق المعادة على كافة الأسماء نفس الشيء رح نشتغل أمر المعدد بدي أحط إشارة اليساوي ونختار الأمر نختار أمر average موافق رأحدد المسار للطالب برضو نفس الشيء الطالب الأول لعنا نختار enter أعطاني المعدد رح أطبع على كافة الأسماء أعطاني المعدد لكل الأسماء هيك حنا نكون أمر نشتغل أنه أمر مجموعة اللي هو أمر sum أمر المعدد اللي هو الأفريج ولا رح نشتغل على أمر الحد الأقصى نيوجد أعلى مجموعة مثلا أنت حسما أنت بدك نيوجد أنا بدأ وجد أعلى مجموعة حط الحد الأقصى حطيت إشارة اليساوي واخترنا أمر ماكس أحدد أنا إيش أعلى مجموعة علامات عندي حددت أعطاني أنه علام أعلى مجموعة هو علامة التسعة وسبعين لاحظ أنت رح تضق بين البيان رح تلاقي أعلى مجموعة عنده التسعة وسبعين نفرد أن هون بدي أوجد الحد الأدنى حطيت إشارة اليساوي من أداة الجمعة التلقائي نفرد نفس الأداة نختار الحد الأدنى اللي هو أمر من حددنا من وين إلى وين أنا بديها للمعدد حطينا enter أعطاني هون الحد الأدنى أنا غضل علينا آخر إشي اللي هو أمر count number اللي هي أرقام الحساب أمر count number بنستخدم حلنا إشان نحسب كم من خليه عندنا تحتوي على بيانات رقمية أول إشي أنا بحط إشارة اللي يساوي أرقام الحساب حطيت إشارة اللي ساوي هنختار أمر count أحدد أنا رح حدد أول مجموعة من هون أعطاني إنه عندي تسع خلايا تحتوي على بيانات رقمية وهيك طلاب الأعزاء بتكون أنه هنا مراجعة سريعة لأمر فرس وتصفيع وأمر الجمع التلقائي بتمنى انطبوا مثلا صفحة 73 وصفحة 74 يعطيكم ألف عافي بشوفكم الحسة القادمة ترجمة نانسي قنقر